مرحبا بالجميع متابعي جديد أحوال الطقس وجديد التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس إليكم هذه النشرة الجوية لأحوال الطقس الخاصة ليوم الجمعة الخامس عشر من شهر مارس كما نتابع معكم في الصورة في الفترة الصباحية ليوم الجمعة تشكل بعض السحب على المناطق الشرقية الساحلية لكن دون فعالية أما المناطق الشرقية الداخلية الوسطى والغربية فسنشهد أجواء صافية مشمسة المناطق الصحراوية شمال الصحراء ووسط الصحراء بالإضافة إلى الجنوب الغربي ستكون الأجواء مشمسة صافية أما أقصى الجنوب فسيتشهد كولاية تمرست وبعض المناطق سحب عابرة قد تعطي بعض الأمطار في الفترة الصباحية أما متابعين الكرام درجة الحرارة ليوم الجمعة فستشهد المناطق الشرقية الساحلية الوسطى والغربية انخفاض في درجات الحرارة وقد تكون ما بين الدرجة الواحدة إلى سبع درجات على المناطق الغربية أما المناطق الوسطى والساحلية سنسجل ما بين كما قلت الدرجة إلى سبع درجات المناطق شمال الصحراء ووسط الصحراء سنشهد 10 درجات إلى 12 درجة أما الجنوب الغربي والمناطق الجنوبية أخرى فسنسجل 22 درجة بحول الله تعالى أما ما بعد الظاهرة متابعين الكرام فسنشهد ما بين 15 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية الجزائرية أما الداخلية الوسطى والغربية سنسجل ما بين 10 درجات إلى 15 درجة على المناطق الشرقية الوسطى أما المناطق الغربية فسترتفع درجات الحرارة نسبيا وسنسجل 21 درجة إلى 23 درجة على المناطق الغربية الداخلية أما المناطق الجنوبية فدرجات الحرارة مرتفعة قليلا وقد تلامس 35 درجة على المناطق الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الرياح أيضا ستكون نشطة هذا الجمعة 15 من شهر مارس على المناطق الشرقية الساحلية وستكون قوية نسبيا بالإضافة إلى المناطق الساحلية الغربية أما المناطق الوسطى والشرقية والغربية فستكون هادئة نسبيا مع قليلة الرياح ستكون ضعيفة أما متابعين الكرام الجنوب فسنشهد رياح قوية وزواب رملية وعواصف لتطير الرمال سنوفيكم متابعين الكرام بجديد أحوال التقص وجديد تحديثات للنماذج العالمية لأحوال التقص فقط كونوا معنا والخير ما زال قادم للجزائر بحول الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة